عن التركيز الآن ينصب على أريزونا وعلى جورجيا وعلى بنسلفانيا بشكل كبير أريزونا هناك ما زال نحو 600 ألف صوت لم يتم فرزها حتى اللحظة صحيح أن بايدن متقدم لكن حملة ترامل تقول أنه سيكون بوسعها كسب مزيد من الأصوات والتفوق على بايدن في هذه الولاية وأيضا يقولون نفس الشيء على نورث كارولينا وعلى الولاياتين الأخرتين وهما جورجيا وبنسلفانيا لكي يفوز الرئيس ترامب بدورة حكم ثانية عليه أن يفوز بكل هذه الولايات أما الوضع بالنسبة لبايدن فهو مختلف قد يتحمل خسارة بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا ويفوز بالانتخابات اعتمادا على ما حققه في ميتشغان وويسكونسون وهو يراهن أيضا على الإبقاء على تقدمه في ريزونا بالإضافة إلى ولاية نيفادا التي يتبقى عليها أيضا بعض الأصوات وهي كانت ولاية ديمقراطية وأعطت هيلاري كلينتون في المرة الماضية صوتها لذلك فهو يراهن عليها أيضا لذلك فنحن ننتظر ربما تتبين بعض النتائج اليوم هناك بعض التحركات والكشف عن النتائج في جورجيا وفي أيضا بنسلفانيا والكل يراقب المشهد قد تحسم النتيجة في بعض هذه الولايات بنسبة كبيرة مساء اليوم أو غدا أو بعد غدا على أقصى تقدير يوم الجمع اشتركوا في القناة